الرئيس الأمريكي وتفويض استخدام القوة العسكرية أمر قد لا يصبح شكاً على بياض يمنحه الكونغريس لسيد البيت الأبيض إذ يسعى نواب أمريكيون لتقديم تشريع يقضي بتعديل هذا التفويض الذي استخدمه رؤساء أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مدار عقود لشن هجمات على أهداف خارج الولايات المتحدة في السياق قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنها ستناقش قريباً إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية كذلك يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغريس بدلاً من البيت الأبيض بدورها قالت لجنة المخابرات في مجلس النواب إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغريس ويمنح الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب للكونغريس وليس للرئيس لكن تغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغريس تصاريح استخدام القوة العسكرية التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بتفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات الحدي عشر من سبتمبر عام 2001 وفي الحرب على العراق عام 2003 وقد بدأت التحركات بشأن تفويض استخدام القوة في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في سوريا والتي أمر بها الرئيس جو بايدن يقول مشارعون أمريكيون إن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم في السنوات الأخيرة أكثر من أربعين مرة لشن هجمات في تسعة عشر بلدا إذن يرى النواب الأمريكيون المؤيدون لسحب تفويض استخدام القوة العسكرية من يد الرئيس أنه حان الوقت لإنهاء الحروب التي لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر